إذن مشاهدين الكرام نذهب الآن إلى محافظة الخرش حيث تحقب هنا من هناك مراسل الإخبارية زميل عبد الرحمن الموسى عبد الرحمن أهلا وسهلا بك كل سنة وانت طيب الصورة والصوت لديك لرصد ما تم حتى هذه اللحظة استعدادا لمناسبة عيد الفطر المبارك تفضل عبد الرحمن نعم حمدان أولا طبا مساءكم مساء كل المشاهدين للإخبارية في كل مكان أبادل كتهنئة زميل حمدان وأيضا أبادل جميع مشاهدين الإخبارية في كل دول العالم الإسلامي ونقول كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال كنا قبل قليل وابتدأنا بنقل حي ومباشر من محافظة الخارج وبالتحديد من مركز عجان حيث تنقلنا بين أحياء متعددة لنقل هذه المشاعر مشاعر الفرحة بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء هذه الأيام الجميلة الأيام المباركة أيام شهر رمضان المبارك نحن الآن نتواجد في أحد المواقع الأخرى الحقيقة التي كان لها أيضا مشاركة في الأعمال التطوعية في الأعمال الخيرية والمبادرات الوطنية في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية مثل حومة العيد هذه الزاوية هنا في زاوية الملايين حيث أيضا تحتفل هنا في مركز عجان بيوم عيد الفطر المبارك نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها عيد الحقيقة أقف الآن يقف بجواري للأستاذ أبو زايد ليحدثنا عن هذه الزاوية مشاركة ديوانة الحزام في فرحة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم بأعمالهم التطوعية نرحب بك عبر شاشة الإخبارية أخوي أبو زايد ودنا الله أعطيك العائفة تنقل لنا مشاعرك ومشاعر أيضا أهالي إنعجان بفرحة عيد الفطر المبارك يا أهلا والله مرحبا وكل عام أنتم بخير تقبل الله منكم صالح الأعمال الله يسعدكم وحييكم في ديوانية الحزام بالتحديد من زاوية الملايين زاوية الملايين أول منصة مجتمعية لدعم الشباب في الأعمال التطوعية وهي تدعم الشباب جميع المشاركين فيها اللي عندهم إبدعات في فنون الطهين نشوف الشباب الله يجزاهم خير بالشغل الجميل واحتفالات العيد الآن يجهزون الوجبات وبناك نحنوا إياكم إن شاء الله أطيب أكل ونستانس في العيد والله حييكم يا مرحبا متى بدأت احتفالية حوامة العيد وفي مركز عجان وحنك قبل قليل كنا في نقل لهذه الفعاليات بدأوا فيها جمعية أهلية لعجان من عدة سنوات ما شاء الله تبارك الله بمشاركة الأهالي في الاحتفالية وتوزيع العيديات شفتم ما شاء الله فرحتهم مشاركتهم أيضا زاوية الملايين مبتدية تقريبا لها أربع سنوات في الأعمال المجتمعية في تقديمها لهم ومشاركة الشباب فيها يعني شارك فيها تقريبا أكثر من 149 و50 شيف ما شاء الله تبارك الله شاركوا فيها وما شاء الله تبارك الله يعني الشباب شفت كيف تفاعلهم وكيف الشيء وإن شاء الله حتى بتشوفون الطعم إن شاء الله يا الله أني بارك لك أخوي أبو زايد أيضا تقتل مع شيفنا الأستاذ أبو نايف لحدثنا عن ابتداء بدأ يعني متى ابتداء ما شاء الله هذه المبادرات الوطنية والاجتماعية وأنت تمثل أهالي إنعجان حدثنا عن ابتدائك في عمل هذا الشيف وكيف أيضا انتقلت ما شاء الله تبارك الله عز وجل في مشاركتك الوطنية لأهالي إنعجان بل ممكن في معظم مدن المملكة عملية في الطبخ منذ الصغر من عمري 15 سنة و16 سنة وبعدين ضمتني زاوية المليم اللي هو أخوي أبو حزام وأفتخر فيه وإنه أخوي ومهما ضغط عليه أخوي ومهما ذا أخوي الله يسعدك ومعنا أيضا أخوي أبو حزام الله يعطيه العافية وأيضا نحن نحتفل ونبتهج بحلول هذه الليلة ليلة عيد الفطر المبارك عرفنا قوي أبو حزام عن مشاركات أيضا مبادراتكم المجتمعية والوطنية في عيد الفطر المبارك يا مرحبا أول شيء نعايد على ولاة أمرنا وعلى الشعب السعودي وأسأل الله يديم على نها النعمة والخير يا ربك الحمد شوفنا مجتمعين ومستنسين يا ربك الحمد ومبسوطين وهذه من أحياء المشاعر يعني أنت الآن عيد لا بدنا نكتاف راح وتون بسطة كذا حنا ليلة العيد لا بدنا نسوي وأجبح زي كذا وشاركون الشباب سواءهم أو أي شاب مبدع يقول بيجي نقول يا مرحبا حنا فاتحين محلنا للجميع وماشا الله تبارك الرحمن عاد شوف لمساتهم وشغلهم ما يحتاج وأبد اللي بيجينا ويشارك نقول يا مرحبا ولا يشيلهم كل شي موجود يجي بس ويرينا بس لمسات يدينا وحياكم الله وأنتم صراحة أسعدتونا يا قناة الإخبارية بزيارتكم اليوم وحضوركم معنا أيضا في مركز نعجان وتصويركم للحوام الله عزيزهم خير طبعا النعجان ما شاء الله تبارك الرحمن لهم الآن ثالث سنة اللي هي الحوامة لكن السنة هذه أنا أشوف أنها غير مختلفة جدا 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 إبداع إبداع صراحة لما دخلنا خصوصا في الحي الأخير اللي كان والبيوت وزعون هدايا ما شاء الله تبارك الرحمن استمتعنا جدا الله يسلم يا أبو حزام شكرا جزيلا لكم معنا أيضا الشيف الأخ أبو أحمد سعود العسيري نبغى تعطينا مشاعرك الآن ونحن على الهوى مباشرة لمشاهدي الإخبارية بحلول عيد الفطر المبارك أول شي نهني ملايخات المحرمين الشريفين وسموه لعهده الأمين ونقول للشعب كلهم في العمد الطيبين إن شاء الله زاوية الملايين هذه زاوية الملايين يعني أبو حزام الله يزعى بالخير هو أبو زايد قايمين في كل شيء إيو والله إننا والله ما أننا لا فضل ولا شيء يعني هم ما يقصرون لا معنا ولا ما غيرنا سراحتا والله العظيم الشكر والله ما يفيهم حقهم إيو والله بالعكس يصدفون الشباب وتعالوا مرحبا كل شيء جاهز بس إبداعاتكم إيو والله اللهم أمين ونحن نبادلك التهنئة شرفتكم والله يا مرحب والله الله يحييكم نعم أخوي حمدان ننقل أيضا آخر لقاء مع مشاعر أخوي أبو تركي ليحدثنا أيضا عن تهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك ويش راح تقول للمشاهدين وتعبر عن فرحتك في عيد الفطر المبارك أول بسم الله الرحمن الرحيم أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في عيشة رغيدة وصحة شديدة وأن يديم الأمن والأمان على هذا البل المبارك وأن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ إخواننا في السودان وأن يديم عليهم الأمن والأمان عيد الفطر المبارك فرحة إسلامية لا بد من استشعار وأن نبث في أطفالنا جميع مشاعر الفراح وفعاليات العيد وأحياء هذه السنة شكرا جزيلا لك نعم أخويا حمدان ومشاهدي الإخبارية كنا في نقل حي ومباشر لإحتفاليات محافظة الخارج وبالتحديد مركز نعجان تنقلنا بين العديد من أماكن هذه الاحتفاليات والفعاليات الجميلة الحقيقة رصدنا مشاعر جميلة بين الأهالي وبين أيضا رجال الحقيقة هذه المركز نعجان حقيقة كانت مشاعر جميلة ورائعة أسأل الله عز وجل أن يديم أفراحهم أن يديم أفراح جميع المسلمين في كل دول عالم أن يديم علينا الأمن والإيمان إليك الصوت والصورة زميلة حمدان في الاستيديو اللهم أمين يعطيك العافية زميلة عبد الرحمن الموسى واصفا ومعلقا عن استعدادة العيد في محافظة الخارج شكرا جزيلا لك وليضيوفك الكريم وعيد سعيد الجميع